وبشأن تزويد روسيا منظومة الصواريخ 300 للنظام السوري ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد الحمادي سيادة العقيد مرحبا بكم في الفقه العسكري سيادة العميد يعني ما الذي سيتغير على أرض الواقع طبعا نحن نتحدث في الجانب الميداني العسكري ما الذي سيتغير بعد امتلاك النظام السوري لمنظومة الصواريخ هذه السلام عليكم تحياتي لك وللسادة المشاهدين قوات النظام لديها عدة منظومات من الأسلحة الدفاع الجوي الاسمتين سام خمسة والبانستير وعدد كبير من منظومات متدرجة الطبقات من الأدنى إلى الأعلى ولكن حتى الآن لم نرى قوات النظام تستطيع إسقاط الطيران الإسرائيلي الذي أغار باعتراف العدو الإسرائيلي أكثر من 200 مرة إلا أن النظام كان دائما يحتفظ بحق الرد اليوم وبعد إسقاط طائرة اليوشين 20 قرر الروس تزويد قوات النظام بـ S300 علما بأن لدى الروس S400 في قاعدة حميميم ولكن هل هم لم يشغلونها أم أنها غير فاعلة أتوقع بأن الروس يريدون أن يخلطوا الأوراق مرة أخرى بعد أن تمكنوا من السيطرة على مساحة جغرافية لا يستهان بها منهم وقوات النظام والميليشيات الإيرانية هذا واحدا اثنين الاتفاق الذي جعل الروس يدخلون الأراضي السورية كان بين الروس والإسرائيليين بجعل هناك خط ساخن ما بين حميميم وتل أبيب على أن تقوم روسيا بحماية النظام وأن تحتفظ لإسرائيل بحماية مصالحها ومصالحها يعني قصف الأهداف التي تريدها في سوريا مقابل أن لا تعترض إسرائيل على بقاء نظام بشر الأسد اليوم وبعد هذه الحادثة تريد روسيا أن تحمي حلفائها الذين استاءوا بشكل كبير من الضربات الإسرائيلية المتكررة وهم النظام الأسد وحزب الله والإيرانيين لذلك أتوقع هذه المنظومة ربما تؤمن مجالا للميليشيات الإيرانية وميليشيات النظام بعيدا عن الطائرات الإسرائيلية أتوقع بأن إسرائيل لديها الإمكانية هي والغرب في تجاوز قدرة الصواريخ الإس 300 لأنها تمتلك طائرات الإف 35 والإف 22 بالإضافة إلى صواريخ ممكن أن تعطل هذه الأجهزة وأتوقع بأن حرب باردة ستكون إذا لم يكن هناك تفاهم جديد ما بين الروس والأمريكان في هذه المسألة الحرب الباردة بين الدولتين العظمين أمريكا والروس وكذلك إسرائيل والغرب معهم في مجال الحرب التكنولوجية التي ممكن أن تكون في هذه المنطقة سيادة العقيد سنعود إلى ربما يكون هناك تكتيكا في عملية امتلاك النظام السوري لهذه المنظومة لكن دعني أعرج أنت قلت بأنه لدى النظام منظومات الصواريخ لكن النظام حتى هذه اللحظة لم يرد على أي من الهجمات الإسرائيلية ويقول دائما نحن نحتفظ بحق الرد لكن هناك من يذهب أن تسليم روسيا للنظام السوري هذه المنظومة أن روسيا ربما تكون قد أعطت الضوء الأخضر لمجابهة الضربات الإسرائيلية هل تذهب مع هذا الرئيس سيادة العقيد؟ هذه المنظومة لا أتوقع بأن نظام الأسد سيشغلها منذ وصولها إلى الأراضي السورية لأنها تحتاج إلى زمن حتى يتمكن العاملين في أجهزة الدفاع الجوي السورية من التدريب عليها ويمكن استخدامها هذا واحد إذا كانت روسيا سمحت لقوات الأسد بتشغيلها فيعني أنها تحتاج إلى وقت أما ما أتوقع فأن هذه المنظومة ستبقى باستلام العناصر والمستشارين والخبراء الروس وهذا أمر معتاد عليه في كل الأسلحة التي تأتي إلى سوريا مجددا يكون الخبراء هم أو العاملين الروس من العسكري وحتى الضابط والمستشار والفني والموجه سيكونون روس حتى يتمكن النظام أولا من تشغيلها بواسطة عماله واحد اتنين حتى تسمح روسيا سياسيا بأن تكون هذه المنظومة تحت السيطرة الكاملة للقوات السورية سيئة العقيد في حال التسليم لهذه المنظومة نحن نتحدث على أقل تقدير هل سيكون بإمكان نظام الأسد الحد من الغارات الصهيونية؟ هذه المنظومة إذا تم تشغيلها قد تجبر الإسرائيليين وغير الإسرائيلين من يستخدم الأجواء أو الفضاء السوري في تنظيم عمل آخر يعني تغيير قواعد الاشتباك يعني الإسرائيلي اليوم يأتون بطائرات F-15 F-16 ربما يأتون بطائرات الشبح أو يستخدمون أسلحة مضادة أو تشويش شراداري لا يعرفه الروس إذن ستبدأ حرب الكترونية أو حرب معرفة وتكنولوجيا ضد هذه الأسلحة أو هذه المنظومة حتى يتم السيطرة عليها أو تغليب الأسلحة الأخرى عليها ليتمكنوا من الدخول أما إذا كانت في الأمور العادية فأتوقع بأن هذه الصواريخ تتمكن من إسقاط الطائرات في مجال العمل الجوي لها خاصة بأن ليس فقط الروس جلبوا هذه المنظومة بل جلبوا منظومات متطورة من أدوات الحرب الإلكترونية التي تشوش على وسائط الاتصال وسائط التحكم والسيطرة والأقمار الصناعية وعلى موجات الراديو التي يتكلم فيها الطيرون إذن هناك تقييم للأسلحة الجديدة التي سيستخدمها الدول التي ستستخدم الفضاء الجوي السوري بعد تسليم منظومة الاس 300 سيطرة العقيد بحكم خبراتكم العسكرية وأنت ذكرت أن الحرب ستكون حرب إلكترونية وأيضا سيكون للتكنولوجيا النصيب الأكبر هل تعتقد أن التكنولوجيا الروسية قادرة على مجابهة التكنولوجيا الأمريكية بحكم السلاح المستقدم من قبل الاحتلال الصهيوني؟ من خلال خبرتنا في الأجهزة الإلكترونية والأسلحة أو المجال الرادارات لا أتوقع بأن الأسلحة الروسية مهما بلغت من التطور أن تجاري الأسلحة الغربية وخاصة في المجال الإلكتروني ومجال الرادار ومجال أنظمة التحكم والصواريخ فهناك منظومات رادارية لدى الغرب متفوقة جدا على المنظومات الروسية المتواجدة حتى في سوريا يعني المنظومات الرادارية الموجودة في سوريا هي من حقبة الستينات والسبعينات على أحسن الأحوال إذا لم تكن هناك استراد لمنظومات فرنسية أو منظومات استخدمها النظام وهي كانت للاستخدام المدني استخدمها عسكريا وخاصة في مطار دمشق الدولي وغيرها إذن لا مجال للمقارنة ما بين الطائرات الروسية والطائرات الغربية وكذلك أجهزة الإلكترونية والرادار والصواريخ بين أمريكا وبين روسيا طيب سيادة العقيد في معرض ردكم قلت بأنه ربما سنشهد في الأيام القليلة المقبلة هو تغيير في قواعد الاشتباك من الناحية العسكرية هل سنشهد تغيرا تكتيكيا عسكريا من قبل النظام بعد امتلاكه لمنظومة الصواريخ هذه؟ بالنسبة للنظام لا يوجد هناك نظام ولا يوجد جيش لنظام هناك قوات روسية أو قوى محتلة روسية تحكم في كل مفاصل الحياة ومنها العسكرية ولا يمكن للنظام أن يرد إلا إذا كان هناك أمرا روسيا لأن التبعات أي أمر ستترتب على روسيا لأن روسيا هي الدولة المحتلة اليوم وهي التي تسيطر على قواعد في حميميم وعلى طرطوس وكذلك في الداخل السوري وعندما تدخل هذه المنظومات الدفاعية أو المنظومات الدفاع الجوي الـ S300 سيكون من يستخدمها أو من يشغلها هم روس وعندها سيكون هناك حسابات أخرى لدى القوى الأخرى التي ستقصف هذه المنظومات إذا كان هناك قصف إسرائيل تمتلك صواريخ يمكن أن تصل إلى العمق وإلى كل مكان خاصة بأنها هي والأمريكان والغرب في سلة واحدة بالأمس الروس قالوا الإسرائيليين قالوا حلفائنا الأساسيين والوحيدين هم الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة تمتلك القدرة الكبيرة في هذا المضمار كان معنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد الحمادي شكرا جزيلا لكم سيد الكريم